اهلا وسهلا بكم بهاي الدورة بعد اطلاق برنامج Unreal Engine 5 احنا الان رح نصمم مع بعض لعبة جديدة على البرنامج البرنامج Unreal Engine 5 تم اطلاقه رسميا اخيرا صر لفترة نستخدم Unreal Engine 5 Early Access الان اخيرا صر عنا برنامج Unreal Engine 5.0.0 صار اطلاق رسمي وصار بامكانه نستخدم برنامج في تصميم الالعاب البرنامج جدا خرافي ابدأ في انتاجه الصراحة فالان خليني يعلمكم كيف تنزل البرنامج اول اشي بتدخل على موقع Unreal Engine 5.com رح تلاقي الرابط في الدسكريبشن تحت ثم تضغط على البرنامج من المهم جدا ان يكون عندك بروفايل يجب ان تسوي الحساب تبعك حتى لو سويت له البرنامج بدون ان يكون عندك بروفايل ما رح تقدر تنزل الاسيتس والممتلكات اللي هتستخدم في البرنامج طبعا قبل ما تبدأ التنزيل فيه System recommendation اللي هي ايش الاشياء اللي لازم تكون في الجهاز اللي انت رح تستخدمه اهم الاشياء اللي انا لازم اذكر لك اياها ان البرنامج لازم تكون 64 bit اللي عنده 32 ما رح يشتغل عنده البرنامج غير الباقية اللي تحت ممكن ان يشتغل عادي عندك البرنامج بدون اي مشاكل من الاشياء المهمة تعرفها انه بعد ما تربح اول مليون دولار رح تدفع خمسة بالمية رويالتي يعني انت اي لعبة هتصممها تربست تربح مليون دولار رح تبدأ تدفع فلوس للشركة انا موافق صراحة معادي مشكلة الان عشان تبدأ تستخدم برنامج Unreal Engine انت محتاج يكون عندك الابيكس لانشور الابيكس لانشور بتضغط على داموال لود لانشور بصير عندك تعملية داموال لود عادية جدا ما فيش داعي نفتح الداموال لود ونبدأ نسوي سطب للبرنامج انت بعد ما تضغط نيكست نيكست بتنزله في المكان المناسب لالكس زي او زي اي برنامج عادي وبعدين بصير عندك شورتكت نسخة على ديس كتوب تبعك بتشغلها خلينا ناخد نظرة هذا الابيكس لانشور بنزل عندك هذا الملف بس يفتح عندك انا رح اشرح لك الشاشة الان اللي امامنا خليها يفتح طبعا الشاشة ها تتكون من ثين عناصر اول واحدة عندنا لنيوز الاخبار لاحظ هون الخبر الحالي اكبر خبر موجود عند شركة انريال انجين عند الابيك جيمز انريال انجين 5 تم اطلاق برنامج انريال انجين 5 و رح تلاقي اخبار تاني تحت فالصفحة الاول رح تكون صفحة الاخبار الخيار الثاني بيكون فيه اشياء انت ممكن تستفيد منها بشكل خرافي زي عندك هذا الملف بتنزل تقدر تمتلك هذه الشخصيات في اللعبة تبقيتك وتقدر تستخدم مثلا بتنزل فيه ملفات جدا رائعة جوه هذا الملف تقدر تستخدمها لتطوير لعبتك الخاصة فانت هذه الملفات مفيدة جدا انك تستخدمها في تطوير العابك في تطوير المشاهد التلفزيونية مشاهد السينمائية اللي انت حاب تنتجها بعدها كان الماركت بليس الماركت بليس هو عبارة عن مكان للمفنانين بحطوا ابداعاتهم سواء من شخصيات سواء من اكواد سواء من مدن فبتلاقي كثير من الاشياء الموجودة على سبيل المثال نضغط شوفونا عنا خلينا نشوف عنا مثلا شخصيات اللي ممكن نستخدمها في الاريا انجين 5 لاحظ هاي الشخصيات كلياتها تقدر توضعها جوه للعب تبعيتك تستخدم اي شخصيات تقدر اي اما تشتريها بفلوس اما توقيتها مجانية في منها اجزاء مجانية على سبيل المثال الشعر الفري فتلاقي ملفات مجانية هذا الشهر كل شهر ستلاقي ملفات جديدة ممكن تكون غالية 150 دولار تصبح فري فانت شوف اللي موجود حاليا في لحظة تصوير لحظة تصوير هذا الفيديو كانت هذه الاشياء المجانية بعد هكذا لدينا البرنامج اول مرة بتنزل البرنامج رح تكون هاي المنطقة عندك فاضية رح تلاقي الانجين ماذا النسخة اللي انت رح تنزلها عندك على الكمبيوتر فبتضغط على الزائد الان بتطلع لك هون النسخ اللي بتقدر انت تنزلها على سبيل مثال انا منزل رقم خمسة وهذا اللي انت بدك تنزله انا ما رح تلقى ما رح يطلع عندي الان رقم خمسة انت شوف خمسة 0.0 لاني انا اصلا منزلها ما رح تطلع بالقائمة اللي هون تختارها بعد ما تخلص تلغط على انستول وبتستنى عليها رح تقدر تقريبا من عشر دقائق لثلث ساعة اذا انترنت عندك سريع بعد هيك تلغط على لانش وهتبدأ تدخل جوا برنامج انجين فايف المنطقة تحت هاي هي المشاريع اللي انت تشتغلها بعد هيك عندك هون الستور اللي هي برنامج ابكس جيم زي برنامج استيم يعني في تلاقي جواته العاب بتقدر تنزلها بتقدر تلعب مجموع من الالعاب المشهورة بتقدر تنزلها وتلعبها وعندهم عروض صراحة جميلة جدا وهي اللعباري اللعاب اللي بتكون انت اصلا مشتريها قبل هيك بعدها اخر شي عندك الانجين مرة ثانية بترجع للصفحة الرئيسية الآن خلينا نشغل برنامج انجين فايف تضعط على اللانش اول شي طبعا في احتمال انه يرسلك رسالة يقول لك سوي ابي غريد لكرت الشاشة اللي عندك على الجهاز رح يشتغل سواء عملت ابي غريد او ما عملت ولكن يفضل انك تعمل ابي غريد حتى تتعامل الكمبيوتر مع الانظم الحديثة اللي جوه البرنامج انجين فايف انجين فايف رح يشتغل عادي فايف فيه خصائص اضافية قد يطلب منك الجهاز انك تطورها طيب الآن لدينا هون اللي هي شاشة انشاء المشروع الجديد تبعنا Unreal Project Browser هاي المشريع الحالية اذا بدك تنشئ لعبة تضغط على games فبتلاقي هون صور ال games اللي بدك تسوي first person shooter third person الشخصيات اللي بدك تعملها بعد ذلك عندك الفيلم هذا الانتاج السينمائي وهذا الانتاج المعماري تصمم منشأات معمارية بتصوير ابداعي وهي لشركات السيارات غالبا هم يستخدموها تصمم تصميم سيارة امور العرض والدعاية والعلام عندك ال games تختار انت من هذه الجهة اللعبة اللي بدك تصممها على سبيل ان احنا رح نستخدم او خلينا نختار blank فارغ رح نختار blue print احنا ما رح نبرمج اللعبة هاي على C++ رح نبرمجها على blue print ايش نسمي المشروع تختار تسمي المشروع احنا هنسمي fps انا اردي سويت ملفات بس انا رح نسوي واحد جديد وان انت سميها fps واختار موقع المشروع سي اختار حدد ممكنك تختار موقع المشروع جوه تختار موقع المشروع انا منشأ ملف fps فانت سميها fps بعدك تضغط على create الآن بدأ في انشاء ملفات اللعبة تبعيتنا الاولى اللي هي fps رح يضع لنا معها ملفات الكونتات سمي المشروع سنستفيد منها في انه نطور من لعبتنا هو حما رح نستخدمها بس بجميع احوال خلينا ناخد نظر عليها الآن تم تشغيل برنامج انريال انجين 5 طبعا انت ممكن يظهر عندك بهذا الشكل يفترض تطلع بهذا الشكل قدامك الآن رح ندخل في الفيديو القادم عن شرح كيف نضبط الشاشة تبعيتنا وايش الاشياء الموجودة فيها في امان الله بلماك بالفيديو اللي بعده